مقترحات جديدة بشين إعداد مسودة قانون النفط والغاز المثير للجدل بين المركز والإقليم قدمها الوفد الكردستاني المفاوض باع بغداد مسودة القانون التي قدمها الوفد تتضمن مقترحات منها أن على وزارة النفط في الإقليم مسؤولية التنظيم والإشراف على العمليات النفطية المتعلقة باستكشاف واستخراج وبيع النفط إضافة إلى إبرام الاتفاقيات والعقود النفطية مع الشركات الأجنبية هناك تفاهم مشترك فيما يتعلق بقانون النفط والغاز الحكومة لها رؤيتها الخاصة ولكن تعكس طبعا رؤية بالدستور ليس رؤية خارج الدستور حاول عكس هذه الرؤية في داخل مشروع النفط والغاز وبالتأكيد نحن أيضا طالبنا حتى في بياننا نتعلق بالمحكمة الاتحادية ويعتمد إقليم كردستان على إيراداته النفطية من 25 حقلا للنفط والغاز تتوزع بين أربيل ودهوك والسليمانية فيما يسعى الإقليم إلى تأسيس شركتين مختصتين ببيع واستخراج النفط هما كوما وكورك الذي سمح بتأسيسهما بموجب قرار اتحادي تظل القضايا العالقة خصوصا المتعلقة بقضايا إدارة النفط والغاز مستمرة ومعقدة بسبب أن العراق دستوريا هو دولة اتحادية وأقليم كردستان أقليم داخل هذه الدولة الاتحادية لكن لم يؤسس قانونيا لوجود نظام اتحادي داخل العراق يعني بقت العلاقة بين بغداد والإقليم علاقة غير منظمة قانونيا وأصدرت المحكمة الاتحادية قرارا يلزم الإقليم بعدم تصدير نفطه بصورة مستقلة وتسليم كافة إيراداته لوزارة النفط الاتحادية ولكن يبقى السؤال الأهم هل سيتم إقرار القانون في هذا الوقت ويترك للبرلمان سلطة إقراره دون ضغوط داخلية وأخرى خارجيا قانون النفط والغاز الذي شرعه برلمان الإقليم عام 2007 وألغته المحكمة الاتحادية بقرار منها يشهد تحركا كرديا بإعداد مسودة قانون جديد له تكون فقط اتفاق وتوافق بين المركز والإقليم عليه من أربيل بشير الحسن قناة الفلوجة